في الفلوجة شكى عدد من أهل المدينة من تأخر دفع التعويضات الخاصة بإعادة إعمار ممتلكاتهم مؤكدين أن المحسوبية والرشاوات تتخلل عملية ترويج إضبارات التعويض في الدوائر المعنية هناك مشكلة كبيرة ومعوق كبير هي الرواتين القاتل في تعويضات مدينة الفلوجة أوراق من المجلس، أوراق من القيد الجنائي، أوراق الشاهد الثاني، أوراق من المحكمة هذه كلها تعوق مسار التعويضات والناس متضررة، الناس محتاجة، الناس بحاجة إلى إعمار البيوت مالتها المبالغ التي يطوها للمواطنين لا تسد ربع ربع الجسم الضرر اللي حقت البنايات مالتهم ولا أحد عدة إمكانية أن يرجع تلف المعارك هاي يقدر يبني بي بيته وأكثر أنها سكنت ببيوتها وبيوتها ساقطة متأذية أنا المتحدث إليك سمع إذني أنه رايدين مبلغ 10% من التعويض أو 15% من التعويض في سبيل أن يخرجوا الكياوي ومشون الملف ويتسلم الصك زيان يعني إذا 10% أنت تأخذ والدولة تقطع نسبة هماتين من التعويض اللي راح يصني شنوه واللي راح أسدد شنوه